خارج نطاق التغطية إذن فقرة إخبارية نسلط فيها الأضواء على قضايا محلية ونعيدها إلى واجهة الاهتمام إعلاميا اليوم نتوقف عندما سمي بأزمة تلوث الشواطئ في موريتانيا التي فجلت سجالا كبيرا في الأسبوع الماضي على خلفية إذن تلوث الساحل الموريتاني ومنه شواطئ نواكشوت ببقع نزيوت السامة مجهولة المصدر وقد أعلنت الحكومة الموريتانية عن انتهاء ما سمي بأزمة التلوث بتنظيف جميع المناطق المتضررة السجال غذته مخاوف بيئية خاصة فيما يتعلق بالثروة السماكية التي تزخر بها البلاد كما تعلمون ينضم إلينا عبر الهاتف من واكشوت سيد أحمد الشاه مدير الشركة الموريتانية لتعليب الأسماك أهلا وسهلا بك قيل الكثير حول تضرر الأسماك الثروة السماكية وانقطع الموريتانيون طيلة الأسبوع الماضي على تناول الأسماك أو شرائها فما هو الموقف اليوم هل هناك أزمة كارثية بيئية أو كارثة بيئية على الثروة السماكية في موريتانيا بالعكس لا توجد هناك أزمة وهذه الشيء هي تلوث خفيف لا يؤثر على الأسماء وعلى من صفحة النهر والدولة في أول ما لاحظت هذه البقعة في المياه الموريتانية دخلت كل الإسراءات من أجل المحاضرة على العدم تلوث هذه الثروة القومية التي تلكها كل مواطنين لتالي وبتعليمات من سيدة عائلة الجنبولية محمد العزيز وقومة برئاسة السيد وزيد أول كانت أول الواصلين مع قوات الجنبولية التي كانت ترابط من النزوع من أجل تفديد أماكن تواجد هذه البقعة العائمة والحمد لله تم السيطرة عليها لأنه الحمد لله كميات المحاضرة وتم السيطرة عليها بالوقت المناسب وبالإنسانيات الدولة والحمد لله لا يسبب أي خطار ولا على طفل البشر ولا على سبوثه على الثروة الوطنية التي يتعرض عامية كل موريتانيين والدولة تعمل جميلة عندما تحضر عليهم وأن تكون أول مستفيد منها هو المواطن البسيطة الموريتاني والشباب الموريتانيين وقلب الموريتانيين نعم مفهوم لكن الوزير الأول صرح بأن سبب التلوث هو بيترول الفيول وأنه أحدث أضرار ربيئية كبيرة السؤال الذي يطرح نفسه اليوم أو المطروح اليوم من أين أتت هذه البقعة الزيتية ما هو مصدرها؟ من تسبب في تلوث الشواطئ الموريتانية برأيك؟ هذا السؤال حيث إن شاء الله تكون فيه معلومات إن شاء الله بالتابع المقبلات يعني الدولة عاملة إن شاء الله متأكد ويتم الآن بحث في كل الناغلات التي مرت من المياه القرن الموريتانية لأن الكمية التي تم شابها بموريتانية لم تكن نتيجة لغرق سفين لكن إنما لبعض المنافر التي يقوم بها بعض السؤال العابرة من أجل يسمى في المياه الدولية ولهذا السبب تمت هذا التلوث سيد معلش دقيقة أشير إلى ما قاله النائب البرلماني والخبير في الرقابة البحرية الموريتاني حمدي ولد إبراهيم يقول بأن أكثر من 200 باخرة تفرغ كل واحدة منها في شهرين أقول 300 لتر من عوادم الزيوت التي تستخدمها هذه السفن ما يقول إنه يقارب أكثر من 367 ألف لتر من عوادم محروقات السفن أليس هذا الأمر خطير على الثروة الحيوانية السماكية الموريتانية أليس الأمر خطيراً؟ هذا خطير إذا كان موجود بالطريقة التي تتدم بها السيد المحرم لكن نحن موريتانيا منذ انشفال موريتاني لم تكن فيه أول كاليفة تعرض لها معيض المحيط الموريتاني وشواطن الموريتاني وحسن معلومات ولا معلومات الدولة والأجهزة التي نأخذ منها كل معلومات في هذا الموضوع التالي مع هذا الحدث لا يمكن أن تجد هذه الأشياء لا يمكن أن توجد ترادية فيها في بعض الناس ويريد أن تشويها شكراً فإذا أنت تنفي ما يقوله النائب البرلماني وهو أيضاً خبير في الرقابة البحرية حمدي ولد براهيم شكراً لك سيدي أحمد شاه مدير الشركة الموريتانية لتعليب الأسماك من موريتانيا ينضم إلينا محمد محمود ولد داهي رئيس منظمة الشاطئ أهلاً وسهلاً بك مرأيك في هذا السجال هل هناك أشياء خافية الكثير من المراقبين قالوا بأن شاحنات تفرغ حمولتها بشكل سري قرب الشواطئ الموريتانية هناك من يقول أيضاً بأن الأمر يتعلق بتنقيب عن النفط تجريه شركة كوسموس الأمريكية ويعزز هذه الفرضية انتشار البقع الزيتية بالقرب من مدينة أو بلدية أنجاكو التي أعلن عن اكتشاف الغاز بها أنتم كمجتمع مدني وكناشطين بيئيين ما رأيكم في كل هذا السجال؟ الله الرحمن الرحيم أشكركم على اللقاء ما حدث هو حقيقة ندى غير السعر بالنسبة لنا كمجتمع مدني ذاهل في هذا المجال في مدة 14 سنة إلا أن ما وقع قالبنا الدولة بتكثيف الجهود من أجل معرفة وغوها والزلوط على أسل محيطاتنا وعلى الشواطئنا قيام بتحاليل من أجل معرفة تأذير على الزلوط على الثروة السمكية وعلى المحيطات وعلى البيئة البحرية في بعاننا وعلى الساكنة وعلى النظام البيئية ككل وعلى التنوع البيولوجي والساحلي وعلى المياه وعلى التربة لكي يطنع إلى الجمهور ومستخدم الشواطئ على صحة تحت الثروة البحرية وصحة الحيوانات المهازدة بالإهتراض واقتصادهم البحرية هل أفهم من كلامك بأن حتى الآن لم تجرى تحاليل على الثروة البحرية على الثروة البحرية الذي يأكله الموريتانيون لا قيل به بعد الاجتماع الوزراء الأخير صرح وزير السعيد أن التحاليل التي مجرأت على هذه الحيوانات أكدت عدم التأثير الثروة الحيوانية والمياه والتربة بأي أذر إلا أن بوصفنا المجتمع المدني نطالب إشراك المجتمع المدني بهذا المسار ونطالب تعزيز قدرات الذائلين في المجال وتعزيز الشراكة الوطنية والشراكة الجوية والدولية من أجل اتفاق من أجل لكي 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 يكون هناك تحضير الكارهة بيئية لا قدر الله إذا حددت يكون هناك وثائق من أجل التدخل السريع وإن كانت تمديد أو تسرب هذا البقاء إلى مكانة أماكن غاملية وحساسة تحوير كارهين وحوارة جولين التي يوجد بها نظر الغروة لا شك عنها دورة كبيرة في تمييز البداية شكرا جزيلا لك محمد محمود ولد الداهي رئيس منظمة الشاطئ النظيف نتمنى أن تلقى هذه هذا النداء أذانا صاغية في موريتانيا ونحيي جميع مستمعين عبر موجات الأفأم لمنطقة الدولية في موريتانيا بين السطور بين السطور أهلا بكم أنتم دائما مع منطقة الدولية معكم حول الحدث برنامجكم السياسي اليومي بين السطور تحليل إخباري من البقاعة التحرير ننتقيه لكم اليوم محمد كلش نائب رئيس التحرير يتوقف عند اجتماع القبائل الليبية في مصر ويكتب ليبيا أخوف عليها أم خوف منها ليبيا من الوجه السياسي التفاوضي إلى الوجه القبلي الخالص بهذا الكلام يمكن توصيف مؤتمر ممثلي القبائل الليبية في مصر بداية هذا الأسبوع ولمدة أربعة أيام إنها محاولة أخرى لإنقاذ ليبيا من الفوضى التي تتخبط بها والتي لم تفضي لقاءات الحوار الليبي في الجزائر والمغرب إلى وضع خطة عملية لإنهائها وإذا كان هدف هذا اللقاء القبلي الليبي الاتفاق على رؤية واحدة لحل الأزمة الليبية أو على كلمة واحدة كما قال في كلمة الافتتاح لجل التحضيرية للمؤتمر عادل الفيدي فإن هذا الهدف يعتبر حتى قبل عقد المؤتمر منجزا بدليل أن ممثلي القبائل المشاركة تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي مقرها في مدينة طبرق وقد غابت عن المؤتمر القبائل الليبية الخاضعة إذا لم نقل المؤيدة للقوى المضادة لهذه الحكومة أي القبائل الليبية في مدينتي طرابلس ومصراتا وهكذا يصبح المؤتمر مؤتمر تدعيم لصف واحد وإعداد خطة تحرك لهذا الصف لمخاطبة الصف القبائلي الآخر الخاضع أو المؤيد للقوى المضادة أي أنصار القذافي والإخوان وإذا صح تقدير عدد القبائل الليبية بمائة وأربعين قبيلة فهو عدد القبائل المشاركة في مؤتمر القاهرة متخطيا لنصف هذا الرقم لكن هذا لا يعني بالضرورة الغالبية طالما لم يعرف حجم كل قبيلة أي أن يكون حجم الأهمية التي تعطى لهذا المؤتمر فإنه يبقى في حدود الخطوة في طريق طويل لمعالجة الأزمة الليبية لم تسمح الجهود الجزائرية والمغربية والتونسية والمصرية بعد بتبيان أفقه ويبقى الثابت في كل هذه الجهود التوجه الديبلوماسي فالاتصالات التي أجرتها مصر مع الجزائر بعد استهداف الطيران المصري لمواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في ليبيا هذا التنظيم الذي أعلن عن ذبحه واحد وعشرين قبطيا استبعدت معها أي موافقة جزائرية على التدخل العربية وتبقى أيضا الدول الأربع العربية مصر والجزائر والمغرب وتونس أمام مأزق ذو حدين الأول صعوبة الحل السياسي والثاني خطورة الانزلاق نحو تدخل عسكري غير محمود العواقب على أرض مترامية الأطراف إنه الخوف من ليبيا المتقدم على الخوف عليها